وعبر مجلس الأمن عن قلقه العميق بعد اعتماد قانون حظر عمل وكالة الأونوروة ودعا إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية كما حذر مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقويض عمل الأونوروة واعتبر في بيان أنها تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة ولا منظمة أخرى بإمكانها أن تحل مكانها المفوض العام للأونوروة فيليب لازريني أكد على ضرورة استمرار عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية وعدم الاكتفاء بإدانة ما تفعله إسرائيل محذرا هنا من تدمير ممنهج في قطاع غزة مسؤولون إسرائيليون أعلنوا أن هدفهم هو تفكيك الأونوروة لقد اعتبروا هذا هدفا من أهداف الحرب في غزة في تحدي لمجلس الأمن ولمحكمة العدل الدولية ما يحدث في الضفة الغربية وغزة يبعدنا عن حل الدولتين قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج ولهذا أيها السيدات والسادة يجب ضمان استمرار عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية كما يجب الإشارة إلى أن الإدانات لم تعد كافية لما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر